ثمن وزير الخارجية سمح شكري علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكية بالقاهرة أكد شكري أن مصر تعول كثيرا على التعاون المشترك بين البلدين في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط نحن نعاول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار بالمنطقة الشرق الأوسط في دفع الجهود التنموية في العمل على تحقيق الاستقرار ووفقاً للمبادئ الشرعية الدولية ووفقاً للمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها ولا تزال منطقة الشرق الأوسط طبعاً واحتلت قدر كبير سواء من مباحثات معايل الوزير مع فخامة الرئيس أو فيما يتعلق بمباحثاتنا الموسعة فالقضايا الفلسطينية كانت حضرة بقوة خلال هذه المباحثات وأهمية لتحقيق الاستقرار لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضايا الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين